واصل الحوار الوطني في مصر عقد جلساته المتخصصة لصياغة التوصيات والمقترحات المقدمة من المشاركين في الجلسات العامة الفعلية للحوار بشكل نهائي تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء حيث عقدت اليوم جلستان متخصصتان بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بعنوان الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعية والنظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسية النهاردة الحقيقة بنناقش موضوعهم هم جدا على مدى فيه ست جلسات سابقين والنهاردة دي جلسة خاصة مع الخبراء ورشة عمل علشان نحط النظام الانتخابي بتاع المجلس المحلي نحن نقشنا أمور كتير في الجلسات السابقة فالنهاردة بنحط النظام الانتخابي وهو كانت نظر كتير متبينة وكلها يعني أراء محترمة لحد الوقت الحوار ممتد ولكن طبعا الأكثرية بتتاجه إلى النظام مختلط ما بين القائمة المطلقة المغلقة والفردي مسجد ما بين اتنين بنسب مختلفة هي من أهم النقاط اللي كانت بتتناقش النهاردة قضية التعليم وتأثيرها على الهواء الوطنية والثقافة وتأثيرها على الهواء الوطنية وازاي احنا نحاول نطلع بتوصيات بمنهج تعليمي للنشأ يحافظ على الهواء الوطنية ويحافظ على التراث والتاريخ ويعلمهم الولاء والانتماء للوطن كان النهاردة موجود نخبة من المجتمع ومن الخبراء كنا بالناقش إزاي نقدر نعزز ونصون ونحمي قيم الاعتزاز بالتاريخ المصري عند النشأ الحديث قيم التضحية من أجل هذه البلد ومن أجل هذا الوطن كل هذه القيم بقى مع اختلاف التوجهات اللي كانت موجودة كان موجود ناس سواء كانت مؤيدة أو معارضة أو أي اتجاه سيها إنما كلهم كانوا متفقين على أهمية الهوية الوطنية وأهمية تعزيز الهوية الوطنية